من بين الطرق اللي نحن نواجه بها موضوع البلطجية بإذن الله وابتداء من هذه الثلاثاء هو أن المدن اللي يحدث فيها اعتداء على الناس اللي يقوم فيها البلطجية باعتداءات يذهب لها الجزائرين بالآلاف وبعشرات الآلاف إذا أمكن مرة الماضية تحدثنا على البرج بوري ريج ما زالت تيارة مهم جدا الجلفة مهم جدا وأيضا المدن اللي تتعرض سعيدة أيضا مدن الغرب عموما تعرضت إلى نوع من البلطجية والتهديدات هذا مهم مهم جدا لأنهم بشي فهموا يعرفوا بأن قضية البلطجة لن تمر بطبيعة الحال هناك إجراءات أخرى كنت تحدثت عليها من قبل ممكن أعود أن أشيرها بسرعة وهي رفع قضايا ضد البلطجة هذون ضد البلطجة هذون على الأقل حتى تبقى في الأرشيف نحن لا نؤمن بهذا القضاء هذا قضاء تليفون ونحن نعرف أن القضاءات اليوم للأسف على استثناءات قليلة ما فيش واحد يحكم حسب القانون وحسب ضميره إنما يتلقى التعليمات مباشرة من الحنوشة أو مباشرة من وزيره ومن الإدارة المركزية أو مباشرة من رئيس المحكمة أو رئيس المجلس القضائي أو النائب العام نعرف هذا وأحيانا هم في الحقيقة دايرين هذه كلوتو الصنصير كما يدروها بعض الصحفيين المرتزقة دايرين هما أيضا هما دايرين يشوفوا ماذا يريد الحاكم ماذا يريد الرئيس ويمظون في هذا الاتجاه موضوع البلطجية هذا خوتي مهم أن نبقى دائما مركزين عليه وأن لا نتسامح فيه إطلاقا لأن هذا الموضوع إذا شافوا بأنه يجب لهم نتائج ويخوف الناس فإنهم راحين يمارسوه على نطاق واسع ومتعدد وفي الحالة هذه يدخلوا الناس ربما في معارك مع هذه البلطجة ويريدون في هذه الحالة إما أن يدخلوا الناس لبيوتهم إذا خافوا الناس أو إذا وجهوا الناس فيريدون أن يظهروا وكأنها أصبحت معركة شوارع وأصبحت معركة بين الجزائريين وبالتالي ممكن يعلنوا حتى حالة الطوارئ للتخويف على أساس أنها أصبحت معارك شوارع وهي ليست معارك شوارع نحن نعرف من هم البلطجة من يمولهم من يعطيهم تعليمات وأحياناً هذو عناصر أمنية مخابطية أساساً ولكن البعض فيهم أيضاً من ليرشي يعني من ليرانسي نيمون جينيرو بتاع البوليس سنتابع هذا الموضوع وكل إخواننا اللي عندهم تفاصيل فيه يرسلونني على الصفحة أو على الإيميل محمداتمحمدزيتوت.com لأن هذا الموضوع صراحة أنا شخصياً لن نتسامح فيه إطلاقاً وسنبدأ في نشر صور أعتقد أنها نشرت وسأيضاً ننشرها على صفحاتنا صور المسؤولي الشرطة ومسؤولي المخارات في الولايات التي يحدث فيها بلتجة إذا كانوا هم اللي قاموا بها فهذا من باب أولان يفضح إذا كانوا مش هم اللي قاموا بها فإما أن يستقلوا لأنه قيل لي أن المسؤول الأمني تصل ببعض الأحرار لما نشروا صورته تصل بهم وقالهم الله مشينا مشينا لتعديت على الناس في وهران طيب إذا مشي انتع وانترك المسؤول انتع الأمن انتع البلاد وقعت ضرب للناس وقمع وقهر يا إما توقف هذا القمع وهذا القهر يا إما تستقيل ما تبقى الشد العصام الوسط تقول للناس أنا مانيش معهم ومانيش أنا اللي أمرت بهذا ولكن في نفس الوقت تبقى فيها على منصر لا استقي إذا ما كش انت استقي اللي راح يقول من المسؤولي لقوميسار يعني في الولايات اللي راح يقول مانيش أنا ونحو صورتي خطر شيرك محطيت صورتي خطعا ونقولوله إذا كنت موجود ذلك اليوم فهي مسؤوليتك إذا كنت في المنصر ذلك اليوم فهي مسؤوليتك وبالتالي ليس لديك أي طريقة للفرار منها ولماذا مسؤوليتك لأنك لم تحمي الناس وأنت المفروض أنك قوات أمن أنتم في الغالب كما سماكم ذلك الشرطي الفحل اللي خرج قبل أيام أو يومين قال نحن المفروض أننا قوات أمن لكنهم يستخدمون كقوات قمع وانا رفضت أن أكون قوات قمع حيا الله الأحرار حيا الله الأحرار من الشرطة ومن الجيش ومن الدرك ليرفضوا القرارات لما تكون قرارات ظالمة شفناها الآن في مجموعة من الشرطة نحييهم تحية خالصة ونقول لهم أن الجزائر ستتحرر بإذن الله ولن تنسى أبدا أبنائها اللي يوقفوا معها في لحظات العسرة في لحظات الحرج في لحظات الخوف في لحظات القمع الذين يرفضون التعليمات القمعية غير القانونية غير دستورية من الأجهزة الأمنية إذا ما سجنوا إذا ما طردوا فإن نقول لهم يوما ما سيحتفي ويحتفل بكم الشعب الجزائري وقريبا جدا على أنكم أبطال مثل ما احتفل بذلك الشرطي الفحي اللي سجنوه لأنه أعتذر للطلبة عن القمع وكاين آخرين كاين مجموعة من الشرطة ومن عناصر الشرطة بعضهم تواصل معي تعرضوا لذغوطات كالي تعرضوا للطرد كالي تعرضوا للمحاكمة كالي رهم مسجونين لأنهم مرفضوا القمع هذه هي المواقف هذه الرجولة هذه هي المروءة هذه هي العزة في المواقف أنت موجود للدفاع عن الناس وليس لقمع الناس وليس لقهر الناس وهذا أيضا بالمناسبة نقوله لبعض معناصر الشرطة اللي يتحمسوا أحيانا ويحبوا يكونوا كأنهم رومبو ويقمعوا بشدة وراء الشعب لن يتسامح معكم إذا كان أنا قلت أكثر من مرة إذا كانت الناس تقدر تتسامح مع الأشياء اللي حتت قبل 22 فبراير فإن بعد 22 فبراير كل من يرتكب حماقات قمع ضرب تخويف تهديد سجن للأحرار للشعب فإنه سيدفع الثمن لماذا لماذا نفرق ما بين 22 فبراير وقبلها وبعدها باختصار بسيط قبل 22 فبراير يقدر يجي أي واحد يقول لك شوف الله أنا ما كانش كاينة لا انتفاضة ولا ثورة وكنت نحسب للشعب قابل والناس كانت ساكتة وأنا كنت نطبع في القوانين وما عنديش خيار واحد آخر وما كنت نشوف أمامي أي مثل من أن هذا الشعب رح يتحرك أو طبعا هذا التبرير مش مقبول لكن قد يجد ما يسمى بلسيركونستانس آتينيونت الظروف المخففة قد يجد الظروف المخففة لو لو يكون في محاكمة أمام محاكمة قاضي عادة لكن اللي بعد 22 فبراير وشاف الشعب يطالب الدولة المدنية ويرحيل العصابات وبيقضي جمهورية ماشي كازيرنا ودولة مدنية ماشي عسكرية ويتنحى وقع وترحل يعني ترحل ومئات شعارات ومئات الأهزيج وآلاف اللافتات مش آلاف لأنه مبمرة هي عشرات الآلاف اللافتات إذا شفت كل هذا سواء كنت شرطي أو دركي قاضي أو مخابرات أي منصب نحن نترك إلى إذا بقيت مع العصابة هذه تنفذ في أوامر أقول لي أنا مش نطالب بالتمرد أنا لا أطالب هنا بالتمرد على النظام الحكم القائم الآن التمرد على حينما تؤمر بقمع الناس حينما تؤمر باختراق القانون واختراق الدستور الدستور يسمح للناس بالتظاهر كيفش أنت ترح تضرب الناس لأنهم متظاهرين ترجمة نانسي قنقر